هل كان لازم يجيب عواد مثلاً في ناس ألآنا من الجول كيبرز؟ جبل هو الأهم واحد دلوقتي بلعب في البنك الأهلي دلوقتي ملهاش دعوة بس هو خبراته كحارس هو البنك الأهلي آخر الدوري ملهاش دعوة ده رجل خبراته كلاعب منتخب مصر هو الرجل الأمثل في الوقت ده ده مش شنوي والشنوي كمان بصراحة كان فيه حاجة فيه حاجة ده دخل فيه ست جوان ست جوان عمره الجون التاني بتاع كاب بردين برح ما يخشش في الشنوي إنه يعمل وان تو كده بكل سوء لا مش كده فيه حاجة في العلاقة الفنية ما بين اللعيبة كتبايدة مش مظبوطة لو أيمن يونس يغير يغير إيه؟ أنت قلت أنه أنت عايز تلعب باثنين ديفندرز في الأول وبعدين وأربعات يعني قولي تشكير يعني رأس الحرب هو مصطفى محمد والتلاتة اللي هم حيلعبه حيلعب عليمين زيزو وحيلعب بلايميكر أو حيلعب عليمين مصفتح ويلعب زيزو ويلعب بصراحة أنا عايز مرموش وتريزجيه بقى زي بكل مرة الشوت الثاني ينزل يدي طاقة ويدي إيجابيه تريزجيه لما بينزل من الأول ويجيب جون من الأول بيدي ثقة بيدي ثقة صدقيني الشوت الثاني تريزجيه أهم انتو بتلعبوا 97 ديئة مش 45 ديئة بس افتكروا حسن شي حتى لما كان بيلعب بجده وبينزله كل مطش يجيب بجوم افتكر ان مطش تسعين دقيقة اتنين بقى تفندر هالحمدي فاتح يقدر يلعب جنب مروان عطية ثابت هافض فندر ثابت ان هو بقى عنده تطلعات هجومية فبيسيبه وبيطلع كتير ودي المنطقة الخطيرة الدفاع ما عنديكيش حلول انك تغيري دلوقتي صعب قوي ان انت تجيبي ياسر او تحطي حد بدل حد قد تقلق الدنيا لكن انت لو زبطت المنطقة الدفاعية الامامية تصدقيني الفرقة دي كلها كان لازم يجيب طرق حامد خلاص العلاقة منتهية مفيش مفيش لا اعملهاش بالعلاقات ده لعب وشغر لا علاقة منتهية بين مدير فني ولعب مفياش كده مش منسجمين